أبلغ ملك المغرب محمد السادس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المملكة المغربية تعتزم استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وتأتي تأكيدات الملك المغربي بعد إعلان الرئيس ترامب موافقة الرباط على تطبيع العلاقات مع تل أبيب لتصبح المغرب بذلك الدولة العربية الرابعة التي توافق على إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل في غضون أشهر ترامب أكد كذلك على اعتراف إدارته بسيادة المغرب على كامل تراب الصحراء الغربية المتنازع عليها الأمر الذي وصفته جبهة البوليزاريو بالغريب والمؤسف فيما أكدت الأمم المتحدة تمسكها بالقرارات الأممية فأي قراءة لتوقيت الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب ولماذا ربطت إدارة ترامب هذا الإعلان بموقفها الجديد من الصراع في الصحراء الغربية وهو الصراع المستمر منذ نحو خمسة عقود أسئلة وأخرى يسعدون أن نناقشها مع ضيفي من واشنطن ينضم إلينا مباشرة الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن ومن جناف ينضم إلينا الدكتور حسن عبيدي مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط في جناف نبدأ معك الدكتور محمد الشرقاوي إذن إعلان ترامب الآن في أي سياق يمكن وضعه خاصة وأن التطبيع بين الإمارات والبحرين عفوا بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة وأخرى كان أنذاك فيما وصف بالحملات الانتخابية كيف نقرأ التوقيت الآن إذا تأملنا تغريدة الرئيس ترامب وما تكتبه الصحفة الأمريكية من ناحية وأيضا البلاغين الذين أصدرهما القصر الملكي في الرباط يبدو أننا أمام منطقة رمادية غير واضحة حول مدلول التوافق المغرب الأمريكي في هذه المرحلة يبدو أن المغرب يقدم خطوة بمسافة شبر واحد وهو التبادل أو لا يعني التبادل الدبلوماسي بقدر ما هو فتح إعادة فتح مكتب التمثيل الإسرائيلي وأيضا فسح المجال أمام حركة الطيران بين إسرائيل والمغرب لكن يبدو أن القراءة الأمريكية وإلى حد ما القراءة الإسرائيلية تقرأ في الشبر مسافة الميل الكامل وأن هناك تطبيع نهائي متكامل بفتح السفارات ونسج على منوال الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي أو الإسرائيلي البحريني أو حتى الإسرائيلي السوداني ينبغي أن نتريت لأن أعتقد أن المغرب لن يفرط في موقفهم من القضية الفلسطينية المغرب أيضا رئيس لجنة القدس وأعتقد أن هناك ضغوط بالمناسبة هي ضغوط بدأت منذ أكثر من عامين ولاحظنا في ديسمبر الماضي كيف حاول وزير الخارجية بومبيو أن يقنع المغرب باستحاب نتنياهو في رحلة ميلا شبونة إلى الرباط لكن الرباط قاومت بكل اتقالها أنا داك لا أرى أن المغرب تحرك من هذه النقطة بمعنى آخر ليس هناك التطبيع كامل كما قد يقرأه ولكن بالرغم من ذلك عفوا دكتور هناك تحول في الموقف حينما نشير إلى التصريحات التي أدل بها رئيس الوزراء قبل عدة أشهر حينما سئل وقيل أن التطبيع لا يمكن الذهاب في هذا الاتجاه بمعنى أن هناك تغير في الموقف ليس بالمستوى الذي قد يتمناه ترامب هو مستشاره وبالمناسبة التوقيت له أيضا ديلة أخرى إعلانه اليوم في تغريدة يأتي بعد أقل من عشر ساعات من احتفال حضره عدد من اليهود الأمريكيين بعيد هانوكا في البيت الأبيض وارتفع الهتاف بأن ترامب سيظل في الرئاسة أربع سنوات أخرى يبدو أنها مناورة ترامب مناورة النفس الأخير الأربعين ثانية الأخيرة من المباراة طولها 90 دقيقة بمعنى الأربعين اليوم المتبقية من رئاسة ترامب يحاول أن يوظفها في تحقيق أكثر ما يمكن من الاختراقات قد تكون خطابية إعلامية وقد لا تكون سياسية في المقام الأول دعني أخذ رأي الدكتور حسن عبيدي حول هذا الإعلام نحن نعلم جيدا أن العلاقات الإسرائيلية المغربية والتعامل التجاري بين الطرفين ليس بالجديد وهنا ما الاختراق المسجل من خلال هذا الإعلان اليوم وكيف تقرأ توقيته أنا أعتقد أن أمور واضحة جدا وتغريدة الرئيس ترامب وحتى التصريح وزير الخارجية السيد ناصر بوريتا الذي قال بأن الاتصالات مع إسرائيل منذ سنتين ولا أعتقد فعلا بأن هناك نية ومشروع للتطبيع الكامل أكثر من ذلك أعتقد أن المغرب أكثر صراحة حتى من الدول الأخرى مثلا من دول الخليجية لم يقرن في البيان الملكي قضية فلسطينية مع قضية الاعتراف بإسرائيل بل قرنها بقضية أخرى وهي لا تقل مركزية بالنسبة للمغرب وهي قضية الصحراء الغربية وأعتقد أن الإسرائيل ولا المتحدة الأمريكية لم تكتفي بقضية إعادة فتح مكتب التي صار وإنما تريد علاقات كاملة وعفوا رئيس الوزراء الإسرائيلي صرح منذ دقائق بهذا الموضوع وأعتقد أنه سيكون وضع صعب جدا بالنسبة لسعد العثماني إذا قرر الرئيس الوزراء نتنياهو أن يزور المغرب سيكون صعب أن يستقبله العثماني التوقيت صحيح صعب لأنه في النهاية مثير للاهتمام الآن لأنه في النهاية أعتقد أن المغرب يعلم جيدا بأن إدارة بايدن تضم العديد من القيادات القريبة من الحزب الديماراتي والقريبة أصلا من قضية لنقل الاستفتاء حول حق تقرير الصحراء والمغرب رأى كذلك بأن الأمم المتحدة عاجز الآن ومجلس الأمن عاجز على تعيين مبعوث لأمينة عام الأمم المتحدة في الصحراء ثم كذلك أن هناك أزمة سياسية داخل جزائر غياب للرئيس هذه نافذة جدا للمغرب أتحت للمغرب أن يبدأ بهذا العلاقات وهو من أصلا من مصلحته أن يبدأها مع الرئيس ترامب الذي أحقق له مكاسب اقتصادية مكاسب عسكرية وقل ذلك في المقدمة للأسف أنه في النهاية هي خدمة مقدمة لليمين الإسرائيل يمين متطرف في حين النار مما كان يمكن انتظار يعني على الأقل هذا نتنياهو سيذهب لديه مشاكل عديدة مع القضاء ولكن أعتقد القطار التطبيع بدأ وكما قال ترامب هناك خمس دول في النهاية وصلنا إلى ما قاله ترامب يعني بقي الدولة واحدة نعم وكذلك أشار كوشنر إلى هذه الدولة اليوم حينما قال السعودية يعني هي حتمية أو حتمية الاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها في الأشهر القادمة ولكن نبقى في الحدث اليوم المتعلق بالإعلان الأمريكي والذي خاصة ترامب اليوم حينما تحدث عن تطبيع العلاقات مثل ما أشرتما تحدثت كذلك على قضية الصحراء وهنا هناك اعتراف أو موقف أمريكي جديد من قضية الصحراء الغربية هنا أسأل سيد دكتور محمد الشرقوي وأنت العارف بخبايا السياسة الأمريكية هل تم اتخاذ هذا القرار بالتشاور مع الشركاء وكذلك المعنيين الأطراف المعنية بقضية الصحراء أم أن الأمر لم يكن كذلك وكان أحاديا من قبل الإدارة الأمريكية هذا ينطوي على أمرين أساسيين ينبغي أن نأخذهم بعين الاعتبار قضية قبول أو تلويح ترامب بفتح قنصرية أمريكية في الداخل لا شك أن له لا رمزية هو يريد أن يغازل المغاربة بما قد يقدمه على أنه شبه اعتراف أمريكي بمغربية الصحراء لكن هذا لا يترجم عمليا إلى تغيير في موقف مجلس الأمن ونحن على بعد أربعين يوم من آخر التقارير 25-48 والذي يظل يتمسك التقارير السابقة بحت أطراف النزاع المباشرة وغير المباشرة المغرب والبوليساريو والجزائر وإلى حد ما موريطانيا بالتفاوض بحوث النية ودون شروط لا يمكن أن نقرأ في هرولة ترامب أو في تلويح ترامب بقضية القنصرية إلى ما يرقى بتغيير جدري ولذلك ينبغي أن يحترس المغاربة وبالمناسبة هل تود القول أنه لن يعترف ولم يعترف بما يسمى بمغربية الصحراء القضية تقف عند حد ماذا نقرأ في وجود قنصرية أمريكية هل هي نوع من المبادرة الرمزية نوع من المساومة نوع من المغازلة لعله وعسى أن يطيع أو أن يطوع الموقف المغربي بالقبول بالتطبيع الكامل والشامل مع إسرائيل هذا ما وعد به نتنياهو قبل عام قال للمغاربة طبعوا معي وأنا أضمن لكم تغيير الموقف الأمريكي لكن ينبغي أن نستحضر النسبيات هنا وليس المطلقيات لا يعني أن وجود قنصرية أمريكية في الدخل أو في أي مكان آخر سيقلب الموقف الأمريكي رأسنا على العاقب ولن ينعكس بشكل عملي إلى تغيير أيضا في مجلس الأمن حيث تمارس واشنطن ربما تأثير أكثر من بقية الأعضاء الخمسة الأربع الآخرين الدائمية العضوية وغير الدائمية العضوية فالمسألة الآن فيها نوع من الرمزية التي تنتقل بين أربع مناطق بين الريباط وتل أبيب في الشرق وبين واشنطن ونيورك في الغرب ولا ينبغي أن نخلط الأمور أو نسقط قطعه هنا نتساءل مدام تتساءلت على أمور مهمة نتساءل كذلك إلى أي مدى يمكن لهذا الموقف الأمريكي الجديد أن يقلب معادلة هذه الأزمة القائمة منذ أكثر من خمسة عقود الدكتور حسن عبيدي أنا أعتقد أن الرئيس ترمب منذ أشهر لا يعرف أصلا أين توجد منطقة الصحراء الغربية الأمانة ولا أعتقد أن الرئيس ترمب يفهم في قضية النسبيات ورأينا ذلك في خطابه ما الذي يدفعه إلى إذا كان لا يعرف أين تقع الصحراء الغربية ما الذي يدفعه إلى الآن رئيس ترمب رجل صفقات قدمت له صفقة رابحة بالنسبة له هو أن يحصل فائلا على خمس دول جارد كوشنر صهره قام بعمل جبار هو أذكى رجل في البيت الأبيض زار المغرب وقام بإتمام هذه الصفقة وهو يعلم جيدا من قضية الصحراء الغربية مهمة جدا قضيها مهمة مركزية بالنسبة للمغرب وفي النهاية يعني ربط القضيتين والمغرب لن يكون خاسرا لأنه لديها علاقات أصلا منذ فترة منذ الراحل الحسن الثاني وبالتالي هي صفقة مربحة للأطراف الثلاثة لكن مرة أخرى إسرائيل وأقول بنيمين نتنياه هو المستفيد الأكبر من هذه القضية لكن ما الذي سيختلف أنا أعتقد أن المجلس الأمن سيستمر في قضية البعثة الأممية المينورسو الدول الأوروبية مستمرة الذي أعتقد أنه قضية مختلفة الآن هو قضية أن الأدلة القانونية حتى الأدلة الخاصة بمغربية الصحراء ستقل من أهميتها ووزنيتها يعني سيقول العالم في النهاية يعني لماذا ذهاب أو لماذا استمالة الولايات المتاحة استمالة إسرائيل من أجل إحقاق هذا الحق كما تقولون وهي قضية الاعتراف بمغربية الصحراء أو بالقضية الحكم الذاتي لكن لا أعتقد أن القضية ستنتهي هنا طيب دعني أشير إلى بعض ردود الأفعال جبهة البوليزاريو قالت بالحرف الواحد إن هذا الإعلان هو غريب ولكنه ليس مفاجئ كذلك الأمم المتحدة أعلنت موقفها أنها لن تغير موقفها بعد القرار الأمريكي إذن ما الذي سيتغير على الأرض دكتور محمد الشرقاوي ما الذي ستجنيه ألو سيجنيه المغرب من خلال هذه الخطوة إذا كان ترمب يقدم عرضا مغريا لا يقتصر الأمر على مرسوم رئاسي بعد خسرته الانتخابات كان من الممكن أن يفعل ذلك في وقت سابق هذا العام وكان ينبغي أيضا أن لا يكون مرسوما رئاسيا بل أن يكون مسألة تزكيها الأغلبية في مجلس الشيوخ بمعنى ما يقترب من معاهدة ما يقترب من قانون بالروح الدستورية الأمريكية الرئيس له كل الصلاحيات في مثل هذه المرسوم الرئاسية لكن هل يعتد بها خلفه بايدا هل يزكيها أعضاء الكونغرس الجدد سواء في مجلس النواب أو خاصة مجلس الشيوخ أعتقد هذه الأسئلة لا ينبغي أن ننتبه إليها أيضا ينبغي أن ننتبه إلى الموقف الموازي اليوم هناك بلاغ من القصر الملكي يعلن فيه تشبت المغربة بالقضية الفلسطينية كتشبتهم بقضية الصحراء فأعتقد أن القراءة لا يمكن أن تبقى هي قراءة البيت الأبيض وفيه ترامب بل أيضا ينبغي أن نستحضر الطرف الآخر المعني لذلك أرى أن النسفيات لا زال الخبر الآن ضبابيا فوق موج المحيط الأطلسي الأمريكيون يدفعون بإسقاطه بكل شمولية التطبيع والمغرب يتمسكون بما يريدون ويمنحون الشبر وليس ميل هم فقط يقبلون الآن بحركة الطيران وبالمناسبة فتح المكتب التجاري كان في المغرب في التسعينات ولم يرقى إلى مستوى التطبيع ينبغي أن نعيد القراءة عند استخدامنا لكلمة تطبيع سواء في السياق الأمريكي فيما تحدث عنه البيان الملكي حينما يقول أن المغرب وقضية الدولتين حل الدولتين دائما المغرب معه طيب ما المقاربة الجديدة التي يمكن لهذا الإعلان إعلان تطبيع العلاقات حتى وإن كان اقتصادي أو بشكل من الأشكال كيف ينعكس ذلك على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي زميلي ذكر نقطة مهمة أن ترامب يعمل بمنطق الصفقات هذه صفقاتية أمريكية يتعامل معها المغرب بطريقة استراتيجية إذا كان ترامب يمنح المغاربة الآن قنصرية أمريكية في الداخل بكل رمزيتها سواء على مستوى الرأي العام الداخلي على مستوى الجزائر على مستوى البوليزاري وأيضا على مستوى أعضاء الاتحاد الأفريقي فهم في المقابل ينبغي عليهم أن يقدموا شيء هذا هو منطق العلاقات الدولية ماذا يقدمون؟ نقبل بحركة الطيران وبمكتب تمتيل إسرائيلي في المغرب بمعنى آخر هناك تدرج وهناك نسبية مقابل نسبية لكن لا يمكن أن نسقط القراءة على هذا الاتفاق ما بين البيت الأبيض والرباط كما على غرار ما حدث بين البيت الأبيض وأبوظبي أو المنامة أو الخرطوم هناك مسافة شاسعة والحسابات تختلف بين هذه الدول التي وصر ترامب على أنها سوف تطبع قبل خروجه من البيت الأبيض دكتور حسن عبيدي حينما نتحدث عن أربع دول الآن طبعت أو تريد على الأقل إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل كيف ينعكس ذلك على دعنا نتحدث عن مقاربة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ما الذي سيتغير؟ التغير الكثير هناك سقوط كبير للمبادرة العربية للملك عبد الله الراحل سنة 2002 في قمة بيروت النقطة الثانية وصلنا إذا أخذت خارط العالم العربي ستجد الآن بوصول إسرائيل إلى المغرب بطريقة رسمية أن إسرائيل أصبحت جارة لكل دولة عربية تقريبا يعني بعد المغرب ربما كبارك موريطانيا كبارك تشاد مستقبلا فإسرائيل أصبح لديها مكان في تقريبا كل المنطقة العربية وبالتالي أفاق السلام المبني على أساس دولتين أصبح يضمحل وهنا إذا سمحت لي يعني تقريبا كل دول خليجية قالت بأن التطبيع مع إسرائيل وفتح العلاقات مع إسرائيل سيساعد القضية الفلسطينية يا أخي إذا كان الرئيس أوباما وجون كيري ودول الاتحاد الأوروبي فشلت حتى مش في وقف تجميد بناء المستوطنات كيف يمكن لدولة عربية سواء كانت المغرب أو البحرين أن تساعد القضية الفلسطينية أنا أعتقد هذا وهم نقطة ثانية بالنسبة لي صحيح أن الرئيس ترامب هو في النهاية لغم الأمور بالنسبة لي خليفته الرئيس بايدن لكن هل سينقلب الكونغرس أو المجلس النواب بغرفته على قرار هو في صالح إسرائيل منها صعب جدا هو يعلم جيدا من أنه سيكون صعب على الإدارة الأمريكية المقبلة أن تنقلب على اتفاق هو في النهاية له مصلحة إسرائيل علما بأن لإسرائيل قوة كبيرة في اتخاذ قرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور حسن عبيدي مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط كنت معنا مباشرة من جناف شكرا جزيلا لك وشكر كذلك موصول إلى الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون كنت معنا مباشرة من واشنطن إذن مشاهدين الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية مسائل اليوم شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة